اشتركوا في القناة 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 ايه؟ اشتركوا في القناة حديد هنداوي اشتركوا في القناة 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 يا حلمي أمري فانت علمة بتاعتنا من الإنتاج الجديد مليانة كيوي تروح للأولاد في البيت عند الباشن تجي سورة يا فانت بالسرعة أولاد بي أولاد حاضطة، هيجبهم قوي ده مشروع هنداوي لإختار والحيوانية ده أول وأكبر مشروع لإختار والحيوانية في مصر والعالم العربي ده للإنتاج الكبير ده عشان الناس تلاقي اللحمة موجودة بوافرة في الأسواق المازة دي بتدي ثلاث معيز في اليوم في اليوم الواحد بتجيب ثلاث معيز يا حلمي بطلق مع معزة صغيرة تحطها باكتج ويروح للأولاد عند الباشا في البيت أولاد مين أولاد مين أولاد مين والبطة هات بطة أسمها وتوديها للإخوة في البيت ها؟ أقطع البطة كده حادت حادت بس حادت تكون كويسة وتوديها للباشاوات في البيت يلا دي تقوه من هنا مين دول يا أبو أسا؟ مش عالف إحنا الغفر متوحسلمان بيه سحب الأرض هذا الماضي يا حلمي فيه بتجيب جاي مين؟ مين؟ فلن حارف المين؟ ما زى حلمي؟ بطلق غير co straw صني طول بيتدلعوا يا باشا بشوال كسور على تربانة على كام جزع على كام خلع دي احنا بيجلني حالات خلصانة وعملت لهم ايه؟ عملت لهم الشاي شاي اه عملتها الشعة؟ نعم الشعة اللي هي ايه يا باشا؟ لا ما تشغلش بالك مشغلش بالك يا باشا لا عايزك يعني شد حيلة كده وتتغل دينك ها؟ يعني اه التكبير تاعي ها يعني عايزين دي بقى تبقى كلها بحتي كده عاديتي مع بولا ان شاء الله اهلا اهلا ماذا؟ لا حولا كبير استشف كلها شد العلاق بالله طلب أخير يا باشا طلب أخير طلب أخير أعز ايه؟ شوف ولادي شوف ايه؟ شوف ولادي شوف ولادي لا هنا زيارة ما بنوع على الحياة طلطلطل استنى 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 ايه؟ عايز مراتي عاز مين؟ عايز مراتي مراتك؟ هتحمل لك ايه مراتك دلوقت؟ ده التمنال بسيبتين دي انت فيك حيل مراتك ايه؟ رفضوا يعيدوا كدول الإدارة الجديدة متربست قوي هو فيه ايه؟ هي البقرة المطوع بتكتر سكنها هم هادوا علينا فجأة كده ليه؟ وحيستفيدوا ايه من كده؟ عاوزينينا بنسيب لهم البلد وليمش يعني؟ وزعلانين من اللي بيهربوا تعصرنا شوية ايه يعني؟ الدولة بسيبت لتعصر موسيقى 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 مهلا موسيقى نظام باشا في انتظار ساعتك موسيقى يا شوكري بالش السفيد الأمريكي عنده هو أول ما يخلص ساعتك هتخلش على طول وهو تعالس الرقر هو مين أمين؟ السفيد الأمريكي مالو؟ لا ما فيش مجد الأمان قاله بأصله معاك أحب يعمل لك شوية شوشرة ودياب المنصوري زي الغربال الجديد له الشدة وانت جايلي عشان نالخي الشدة دي شوية مسبوط؟ نظام بيا عبدالدايم طول عمره مسبوط قولي بقى عباش شريك يا ابن سادتك أخباره إيه؟ تمام تمام ده حتى هنا من الصدر اهو شرف يا سيدي أهلاً ببو الشريكي وحبيبي إزايك حبيبي إزايك؟ إزايك بوبة إزايك أخونا، إزايك؟ إزايك حبيبي إزايك حبيبي؟ إيه؟ إيه؟ إنت أنا في الجنيش الشركة ليه؟ سيدنا وحقول لواحد يا راجل هو بقى في سنة إيه؟ إيه بقى في سنة ثانية أبتدائي يا سيدي؟ ما شاء الله ما شاء الله يعني نجح في سنة أولا الودة لازل تبقى خلوك قعد قعد يا عباسة بالمخلص مع عمك محسن ايوه باشا دي ملاهي هنداء وباشا وزي ما سيادتك عارف دي أول وأكبر مدينة ملاهي في الشرق الأصل دي متكلفة فوق لأربعين مليون جنيه رأي أفضروها ملاهي؟ أنا عايزة روح ملاهي ده تلاتة بالله العظيمة هراجعة من فكرة هتبقى ملاهي بوبوس ايوه ايوه يا محسن بيه بس مش معاولة يعني هتدي الولد هدية مدينة ملاهي يا عم خلي الهيل تلعب دي ضربة معلم يا محسن باشا دي معجزة بشرفي انت ساحل ايه اللي حصل ده؟ لحجة البن كده هيرت خالص دي أبي لسه قافل معايا جادرولنا القرد وزودولنا المدر عشان تعرف انت بتشتعل مع مين يا متر؟ سيادتك لغزك ديك قوي يا محسن باشا نفسي أعرف حل بوبوس ها؟ بوبوس دي نظرية اقتصادية دي دا؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعسرة وتوفيق الأوضاع دي نظرية أمريكية؟ لا دي مصرية مية المية على فكرة باشا انا كده متفائل قوي متفائل بي ايه؟ احنا لينا فلوس برا كتير قوي لو لمنا نصها هنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان اهم دول كبار رجال أعمال في البلد اللين عدوا مئتين مليون واللي مية وثلاثين مليون ومشاريحهم شغالة وعايشين ملوك روح خد في لووسك بينهم انت أحاق بيها دلوقتي ميه اللي أولاني دا؟ دا كريم ساروت لينا كام؟ خانس واربعين مليون انا لساني اتلوع معاك غلوبت اقولك ما تتعاملش مع المنوك المصرية دي دولة ناس ما الهمش في البزنس ولا يعرفوا أي حاجة في البزنس من أساسه وقلتلك كمان حط فلوسك في بانك منهاتن دولة ناس كوريكت بيس وبراكتيكل عايشت جادول يا جادول يقولك بمنتهى السهولة اللي في الدنيا أي بزنس مان مع بانك منهاتن حاسس نفسه safe and secure نصيف بقى ساروت الخمسة واربعين مليون دولار بتوعك حكتبلك بيوم شيكة على البنك منهاتن آسف جداً نسيتهم I beg you pardon متشكرا يا ساروت مباشر 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 ايه الصوت ده؟ ده صوت مراطي يا مراتك بتقول إن هل حاجات في الدنيا ساروت منت حراب خسرنا كل حاجة من كمال هادي مفلس وفلسطة كلها راحت يا راوان! يا راوان! يا راوان! طبا صاروة أجيلك وقت تاني يكون مزاجك رايق فيها يا عم جيد! عم جيد! على فين يا باشا؟ إيه؟ على فين يا باشا؟ على فيلة هاشم السلحضار اللي في الزمالك عارفها؟ هو فيه حد ما عرفش هاشم بيسلح ضار يا باشا؟ هانده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها بره وجوه؟ على الله بس نعرف ناخده الفلوس بتاعاتنا اللي عنده ربنا يا اسم عمالناك يا باشا هاشم بيه موجود؟ ايو فاند قول له محسن هنده فاند حافلتك فاند بره وجوه، بره، 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 من نقيت مفيس لفلوسه في البілصة، وهو عالحال يا حبيبي يا عاشي أنا سبت حد لما رحت له ده كلهم متعسرين رحت الفتح الشواطفي لين عنده تسعة مليون مكسور رحت له عنده زهايمر أول ما شافني قال لي زكا فاطمة افتكى النمه طب بس 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 عطية بسرية مين عطية بسرية عطية بسرية عطية بسرية بتاع الأدوات الصحية أو ده بقى اللي لنا عنده كاشي عدي السبع مليون ده غير حصتنا في الفيلا اللي كنتو خلتوها مع بعض اي واي 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 احنا لنا فيها النص والفيلا دي تعد دلوقتي لاربعين مليون يا حبيبي هاشي هاشي مين؟ أنا بكلمك عن عطية بسرية اه موها شري مباسي حبيبي جيسي نبلور با نفت با كمسا شري جيسوي مالا غير سامفغ يا سامفغ يا شيري ميرسي قوي تفضلوا كل يومي عدي علي أصعب من اللقاب من يوم ما دفنته حسيت ان انا دفنت معا بعد الشار عليك يا مهجة مش ما قولها تبدلت عاياتي عليه بقيت عمرك تيف حس شبابك وقالف الرجل بقيت منوكي بس تعرف يا عطية الله يرحمه كان واطي واطي قوي ما سابش واحدة من أصحابي دول محاولش معاها كتير قوي كنت اقفش وبيلعب في مناخيره اقوله بتعمل ايه عطية؟ يقولي بتسلم وكتير قوي قوي كان بيطلع له دمامي يعود يفعص فيهم يفعص فيهم لما تتفعص يحط اسبعه في بقه ويعمل صوت بشع وهو بيأكل كنت برجع لكن انا بصراحة غفرت له كل حاجة بعد لما مات حفظ المخلصة له بقيت عمري كله بس تعرفي بقه إلي فغي مان جانتي ده الحزوق مات بادري مم الحمد لله اه راجع هانم تشريه؟ مهجة هانم؟ فرابتشينو بس من فضلك في المجل الاسود بتاعي عشان انا حزينة ربنا يجعلك اخر الحزان اوكي؟ ماشي على فكرة لطفي الماز بقه هلكني هيموت عليكي كل يوم مهجة 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 بليس بقه حني عليه شوية مايصاحش ده كان صاحب جوزي الله ودايمنا وما تنسيش كمان ان المرحوم ميته وما تجينه ممية مليون جنيه والراجل مجرانتياز با تحته ما فتحش بقه لغاية دلوقتي على فكرة جايب للكوليديامون يجنن يجنن سينيه بالدغي تعرفي؟ اه انا ظلامت اللطفي معايا ياريت تبلغي ان انا بكنله كل احتراق يا تبت ودلع يا يقول لنا تغير ايه ده متلك تعمله ده يا حيوان؟ دي نانسي عجرم حضرتك انا فكازت اروار يغمان فرصة سعيدة نشوفتكم باي يا روح باي 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 انا مهجة النشار حرم المرحوم عطي ابو اسري لا حوله على قوات الله لا عطي ابو مات بقى في حياتك يا مادام دي جعلها اخر الحزان انا محسن هنداوي الصديق المرحوم بسي اوي محسن بقى على حضورك لا علي شد حيلك اه احنا كده اه الميت بيرتاح والحي هو اللي بيبقى تعبان اه والله لا 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 اجماد مال اجماد يا مادام اجماد كده اه 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 ما تجمادي اه انا جميته خلاص مستي اه ما تجماديش اوي كده يا انا هو كان لغت كده بس الله ارحمك عطي والله والله ما اعرف الى دلوقتي اعطيه كان رجولة كان رجولة طول عمره كان يحب الداحك والفرفاشة ايه والله بس الشهادة لله كان زوقه حل وكان يحب يمتع نفسه وكأنه يا حبيبي كان حاسس انه ماشي يا حبيبي ايه والله انا انا اللي كنت جاي يشوفه الاقي نفسي جاي اعري فيه افضي اعازي فيه تعرف يا حضرتك ما كنتش يقوله وباليه طاطا ايه والله كان يحب كلمة طاطا دي اوه قدلعو اطاطا اخبارك اطاطا وهو باي يقولي يا ميح لان انا محسن قولي ازاك محسن محسن وطاطا كان حتى في الشالة معروفين محسن جيت طاطا راح طاطا جيتك هيت فاعل انت فاعل احبيبي هاشم اهوة 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 بي بي رسال محسن به انداوي سيادتك انا اسم رقفة شغال هنا انا من اشد المعجبين بسيادتك سيادتك تعتبر مسل اعلى لكل الشباب انا سيرفيس على سيادتك من عشر سنين في المطعم الصيني وسيادتك ادتني ورقة بمية جنيه ومضيتلي عليها انا محتفظ بيها لغاية دلوقتي للذكرى طبق رقفة هتلينا بقى جنب البير اشوها الترمس على شوها السوداني سوخنين على شوها الكاجو عشان دي الظاهر انها ليلة حلوة وانا كان عندي عازي من عطيها انا كنت بحبها عطيها اوي ازاك دلوقتي يا مده مش كويسة الحمد لله احسن مرسي اوي لا 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 انا عازك تبقى مؤمنة كده لازم تكوني مؤمنة مرسي لا 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 انت بتعذبيني كده انت بتعذبيني عازك كده تبقى مؤمنة بس بس حبيبي يا حبيبي باش مش هبارة يا باشا مجهانة ازاي تعمل كده يا حيوان بيه رفعة زا ده محسن بيه مداوي صاحب اول واكبر كل حاجة سيادتك ايه مشيه اه اه زا الفراشة كان خفيف الله ارحمه بتقول قبلته امتى من اسبوع امم قبلت مين يا طي الله ارحمه ولا انا دخلت عاز غلط بقى انت قبلته من اسبوع؟ امم امم الله يرحمه السنوية بتاعته النهاردة ميت من سنة ميت من سنة اممم ومالكنبيج الجيميل زاي وهو ميت وانتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ انت مين وعايز ايه؟ هقولك بس ما صاحش كده قدام الناس دول اصحاب الانتين ما بخبيش عنهم حاجة لا اصده موضوع عائلي لازم نتكلم فيه على انفراد اوكي يا مهجا احنا هنمشي بقى يا روح اروفار اروفار يا روحي اروفار مع السلامة مع السلامة انت حلال الرد بقى يا رابي مارسي بقى يا رابي مارسي بقى يا رابي مارسي بقى يا رابي رابي مارسي عناية باشا هلتنى بقى الزازة تانية عشان الشكل القاعدة كده هتطول شوية ها؟ عناية باشا قلنا بقى باشا سيادتك يعني ممكن قبل ما تمشي اخد معك صورة اوي اجيب الموبايل من جوه اوي لا اخرب عقلك يا تاتا سنة ميت وتجيلي الجامل ايه ايه نعم عاوزين نعم 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 تعال اي قاعدة جنبية كده عشان عايزين نتكلم كلمتين حلوين مع بعض ها؟ احنا لس هنتكلم انا مش في المود انا بقى في المود اخد يا بقى الشاب كوبادي عشان بقى احنا الاتنين في المود واحد نعرف نتكلم مع بعض مش تفحى زفت باك انا دا عايز ايه؟ شوية بقى باشا باسترمة على شوية جبنة على شوية لانشوني يستهلوا بقى كباشا ما فيش زاتون ايه مخليلي كده على مزاجك؟ يا سلامة باشا حلميت الزاتون تكون عندك حالا ما تدبش حاجة يا زفت اطلب لك البوريس ولا حتتكلم؟ بقى انا مش عارف اتكلم انت عالصادية كده؟ تعالي عودي عودي كده وروائي عشان نعرف نتكلم مع بعض انا محسن هندوي صاحب هندوي جروب اول واكبر مبموعة عالصادية في الشرق الاوسط شوية زاتون بقى باشا يستهلوا بقى لمونة مع اصفارة بقى كده على مزاجك ها؟ يا سلامة باشا كبري اللمون ما تجيبش حاجة يا زفت لو دا جادعون اخيرا مهجة وفقت علي ياه انا مش مصدق نفسي انا مقلتش انها وفقت يا لطفي لكن يعني بالغيزة بتاعتي الانسوية وباعتباري ست بافهم اقدر اقولك ان المهجة بتموت فيك ازاي؟ مهجة انسانة مش عادية يعني ست زيها اللي تعتلع نفسها المدة الطويلة دي كلها بعد موت جزها وترفض كل المغريات ده بقى اكيد معجزة هو دا بقى اللي مخليني مش عايزة افرط فيها اوكي يا محسن بيه صدقني انا اول مرة اعرف ان المرحوم كان مش هارك حد في الفيلة وعلى كل ان سيب لي نمر تليفونك وهخلي المحامي بتاعي يتسل بيك اه طب والفلوس فلوس ايه؟ السبع مليون دول برضو ما عندكش فكرة عنهم مش حضرتك مضي عشكاد برضو ولا ايه؟ حاضر حاضر بس ديني اسبوع عشر تيام احضر لك المبلغ طايف قد احنا قاعدين هنا اسبوع اول عشر تيام لحد ما تجهزي نفسك تقعد فين؟ انت تجننت بقى ولا ايه؟ انت مش ربيعي؟ لا تجتمل ايه طيب؟ انت بقى اللي مجنونة وقالت الادب لا احترم نفسك وعرف انت بتكلم مين؟ انا اللي غلطانة ان انا اتنزلت وقعدت مع واحد زايا الظاهر بقى انك انت وليها لبط ومش حقيبها البر وليها؟ زعلتك وليها قوي؟ واللبط مزعلتكش؟ ما قلتلك حديك فلوسك اصبر عليها شوية اصبر 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 وفي حد بي اصبر النهاردة؟ مش معنان انا يا حد الحكومة لا الحكومة عزة بولتبورد وانا البلوك عزة بولتبورد اشبهنا انا اللي اصبر؟ اقولنا بس عدت الباشا الصورة اللي انت وعدتني بيها الموبايل بتاع حضرتك يا استاذة موجق اعني صورينا عشان انا الموبايل بتاع مفهوش كاميرا وابعتهولي بلوتوث ها؟ يلا ابتسم بقى باشا ابتسم امشي انجر من هنا انجر ايه في الباب ارافض مش عاشين فضايا ها؟ صح باشا طول ما بابنا مقفول علينا حشي دعو بينا مش كده سيب الزفت المفتوح وانت ان شاء الله جايلي على بيات ولا ايه بقى؟ اديني فلوسي وانا مشي مش عطي الله يرحمه ده مش كان صاحبك اعمل له اعتبار؟ ده كان صاحب ولا نيل ده كان حرامي وكنا واخدين اللي بيجا الشركة عشان نجيب في نسوان ولا كان فيه طاطة ولا ميحا ولا حدت جايب اللي بيحا ولا كنت بعمل كده عشان اعلق البنت اللي جنبين انت طلعتلي منين بس؟ انت اللي مش عايز تراه ان انا ست وعيشة لوحدها وارمالة ارمالة اه ارمالة يا عيني وقى ارمالة ولبسها فسانة سود الفسان قصاية ونجليكة طلعة ازاي البنور اوانتوا كده الرجالة تموت تحلاو وترامراموا معا كده اه انت بني ادم قليل الادم انا برضو بني ادم بني ادم برضو هي بني ادم دي اللي دايقتك قوي وقليل الادم ما دايقتكش طب بديني فلوس هو انا حاملت طب وديني من امتزاك اي حاجة ايه رأيك بقى وحتخرج من هنا ورجلك فقر قابل اااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شوية ورق عمق بالعكاة وبقى باش هيستهلوا بقى لطفي لطفي لا 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 لطفي استنى يا لطفي لطفي لا لا لطفي أكيد فاهم غلط لا 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 انت على انت اشيل من هنا وانا حشيل من هنا حاضر يا باشا هآ له اسسمع لرا استى عشان ده ب是這樣وا هنا في ال Ukraine اه تعت chaîne من هنا وأنا نشيل من هنا ماشيU انا عند الوراك وأنا نشيل من عند الراس لو بس اسمع لا استنى استين مش قريك كريك اجاب لك ساتة كلها طب اسمع اسمع انا هشيل من عند الوراك وانت هشيل من عند الراس ماشي ماشي.. 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 استنى بس.. انت باسمع.. ما تيجي نشيل بقى من الجناحات حسن.. من جناحتها؟ اه.. انت جناح وانا جناح.. ربنا خليك باشي.. ربنا خليك ايه.. وانا بعزم عليك على الأكل.. حاضر يا باشي.. يلا حبيبي.. يلا.. الولاة دي مجنونة يا رقفة.. ايوة باشي.. ابتاخد مهزئات.. مهزئات؟ ايوة باشي سيادتك.. يعني بتقعد تهزق فينا على الفضي وعالمليانة.. ايه اللي حصل يا باشي.. لا ولا حاج.. بقول لها انا ليه نص البيت دي.. راح اتوقع من طولها.. انا باشي.. مش مصدق نفسي.. انه بتكلم مع الساد.. انا مرة شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشي.. وانت بتحكي عن قصة كفاحك.. وازاي بدأت من الصفر ووصلت بقيت.. اهم رجل الأعمال في مصر.. بصة.. بصة.. بصة يا باشي.. اهم حاجة في رجل الأعمال.. انه لما يقع.. يقدر يقف على نجلي تاني.. مهم جدا.. يا سلام.. اه عنك انت اخويا.. عنك انت.. اه ايوان.. عارف.. رجل الأعمال لما يجيله فرصة.. لازم يتبك فيها.. يمسك فيها بقى.. ما سبهاش.. اه.. ما سبهاش ابدا.. يا سلام.. اه.. موسيقى.. 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 بص احنا رجع كل حاجة مترحة.. ها.. لحد يقولك حاجة.. كل حاجة ترجع زي ما تكايد.. لحد يقولك انت مالك عملت.. ها.. طي.. 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 هنسيبها كده تنمت بالفستان.. مش اللي لبسها.. مش نوم ولا حاجة عشان.. متهالي بداشة باشا.. بداش؟ نعم متهالي بداش.. طي.. انا مقول.. انا مهلا احسن.. عشان لوحد.. تاب يعني.. يا باشا قلتك موجودة باشا.. اه.. مايصحش يعني.. طي.. 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 ما اللبسه عميش نوم.. مايصحش.. فالحاد دي ايك والحاد.. ده هي بتحب تنام كده باشا.. حب تنام كده.. طي.. لوت يستاني يا لوت يالله.. هيا.. دي بقى الطهرة الشريفة استهانم.. ها؟ يا لطفي دي زي القطة المغمضة يا لطفي دي ستة منحلة ما كلفوش نفسهم حتى يقفنوا باب عليهم معقولة موجة تعمل كده؟ ومين الراجل ده؟ انا بقى متأكدة اني مفيش اي رجل في حياتها وانا ظلعبيت لهبة لواخد لها ورد ودخل عليها لقيها بنت.. لا ارجوك ما تقولهاشي بليز ما تخليش الشك يدخل جواك شك؟ شك ايه يا مادام؟ ده احنا الاتنين دخلنا عليهم والقناهم ما قطعين بعضه ما تقولهاشي بليز يا لطفي ما تقولهاشي ده هي تحت وهو فوق يا هانم هي تحت وهو فوق دي قوضة المرحومة باشا بقى مرحوم كان بيسيب لغطة القشطة دي ويجي نم في القوضة دي الوحده عز بقى باشا اهانا نفسي اتجوز مخصوصة باشا عشان انام في قوضة وامرادة نم في قوضة تانية خالص بتعرف يا رقفط انا كمان نفسي اتجوز عشان انام في قوضة وامرادة تنام في قوضة تانية خالص ايه اللي ما انت ليه يا ده رقفط ما اتجوزتش لوقت دلوقتي قارين فتحة من تسع سنين يا باشا تسع سنين ودي صورتها قبل الفتحة ولا بعد الفتحة جوازة اصلا متعصرة شوية الله انت كمال متعصر الدولة مش عايزانا نتجوزة باشا ليه انت خطبة من حركة كفاية لما تبقى شقة تعبانة او دوصالة بتمانين الف جنيه تبقى الدولة مش عايزة لما الفرح المعافل يخشله في عشر تلاف جنيه يبقى الدولة مش عايزة باشا لما المولادة بيخلص بعد اسبوع من الشهر وبقيت الشهر ان اكل عيش حاف دلولة انام يبقى الدولة مش عايزة باشا يعني ابوهم معهم وافقين طايرين بيا باشا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم طيب ما تروح للكبير كبير مين سيادك؟ ما تروح للرئيس نعم نعم ايه؟ تروح للرئيس الجمهورية سيادك عايزنا اروح انا للرئيس اقول له ان انا عايز اتجوز تهاني وسيادك الرئيس يعرف تهاني؟ الرئيس يعرف تهاني وزكية وحليية وليفني وكوندريزة رئيس لا يا باشا سيادك ده نطوب بساكت يعني انا قف قدام الرئيس واجهن اللى واجه كده ده الكلام ما يطلح شها باشا تعال اعتبرنا ان انا الرئيس اهمه؟ قولي اللي جواك يعني وأ سياتك مالك يا أبي فيه أصل سياتك يعني ليك هيبة إعريس يعني طب قول مالك بانسبة عليه الي تهاني إعريس تهاني مين سياتك مش قلته تعرفها؟ آه تهاني تهاني أنا بقول نفسك الخطوبة وكل واحد يروح لحاله إيها الدولة مش ناقصة سياتك يا ريس ليه يا أبني ليه؟ انت مأدي يومي كم بلاوة يا ريس 1200 وسبعين جيلي كل شهر إقصاد بس عندك سياتك 350 جنيه قصة التوكتوك توكتوك أيوا التوكتوك زائد 170 جنيه قصة الموبايلة اللي أنا بعملها في المناصرة ده غير المنجد منجد؟ حد برض يقول للرئيس منجد أنا خلاص طهقتها رئيس طهقت مقفلها فوشي زي الدومرة والحكومة نازلة التصرحات وأعمالين بيقولوا كلام مش جايبها أمه وبالليل يدونها المنحة والصدق يخدوها مننا تاني إحنا بنتحرقها رئيس إحنا بنمو كل يومه محدش عزز بيهن يا رئيس بس يا حبيب حد يمزك الرئيس من طريقة دي؟ مانا يا رئيس تهني تهني يا بوس رجلك تهني هتروح منها يا رئيس يا ابني انت عندك مشكلة تهاني أنا عندي مشكلة 80 مليون تهاني يا رئيس بيأخذوا فلوس البلوك ويهربوا برا يا رئيس وإحنا مش راييين للعيش الحافة يا رئيس هرام عليكم الله يخرب بيت الدموقراطية اللي خليتكم تتكلموا كده سيب رجلي وعمل اسمع واحد فسلي زيك حد يعمل كنا دا لو صور في الداخلية كان علاقك معلش يا باشا من غلبي أنا أصلي على باب الله يا ابني كلنا على باب الله انت فاكر نك انت بس المتعسر ما كلنا متعسرين إحنا متعسرين أكتر منكم طبا باشا ساتك يعني ما تروح للرئيس أنا لسه جاي من عنده ده راجل طيب قاوي روح لبين؟ للرئيس انتشاف كده آه مساء الخير يا رئيس ربنا أديك الصحة والعافية وطلط العمر ودينا احنا على قد دنياتنا الوسخة والغل اللي جوانا تنساش تكلمه على موضوع تهاني تاني آه انت فاكرة رئيس لما أنا كنت الرئيس وانت مش الرئيس وعادي تمسكني بالجاكتة والزعق كده وتفتك في قشي طيب أنا دلوقتي بقى مش الرئيس وانت الرئيس ينورنا يا محسن بي صدى لحضرتك ازاك يا تهاني؟ ما انت زيها القمر اهو أصل وقت رقفة توريلي صورة ليكت بارح كنت شابه الخروف الحاق أبويا برضو كان بيقولي كده بيقولي كده وانما ايه دا كله بتوصيه بيه كده ليه؟ أصل رقفة موصينا على حضرتك بزيه انت عرفت رقفة ازاي؟ في الكل ايه؟ أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية محبّينا بقى وبعد ما خلصنا المعهد رقفة دخل تجارة وأنا دخلت قداب وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت فرياض أطفال وهو دلوقت ايه؟ ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القضى المتوترين ها انتم قضيانها بقى الشهادات وما فيش جواز هنعمل ايه بقى يا باشا؟ ما احنا عايزين نكون نفسنا ها ما انتم بقالكم تسعة سنين بكوينه نفسيكم ما هو رقفة تشغال الصبح عالتوكتوك وبالليل بيشتغل هنا وأنا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كومبيوتر وما اللي بتتقابلوا ايه دا؟ الفجر؟ لا طبعا رقفة تشغال أمنة على كومباون طول الليلة حد الصبح ما عايزين نخلص بعمل اللقصات اللي علينا يا ساقة وأنا مقعد هنا للقصات إيه الباشاك كبير قوي الله انت إيه اللي جابك يا دا يا رقفة؟ وانا يا باشا مقدرش أطوط فرصة أشوف ساعتك كعنة وضيعها انت ابن حلال والله يا ابن حلال مش انت انت ابن حرام انت بداخدش الفيلة ليه؟ ايه؟ طهت؟ طهت إزاي؟ ايه يا راجل اتفاك يا سمعيني فقا يا بنت انت مش فهم إيه اللي حصل اللي مبارحة انا فيه مصيبة وطبت على دماري الراجل دا واقح وقليلي الأدب كان جاي عزي بجوزي انا كنت فاكرة كده تهجم علي وضربني كان شارب وحالته زي الزفت معلش يا محسن بيه؟ البصة أصلاها متأخرة ولادة تطمدي المحبة شوية فول بقى يا باشا عمولة مخصوص من عند الجحر كيف ترحلمي؟ دايما عامل يا باشا هو أنا الحقيقة أطلب البوليس؟ أنا مدريتش بنفسي راجي يا بقولك كان حيقتلني يا الله بس دراست الجدوى بتقول إن القاناة الفضائية حتخسرنا كتير مش انت قلتني إن أي مؤسسة اقتصادية يلزمها مؤسسة إعلامية عشان تسنينها كوبية مايرو سمعت يا فندم لو سمعت بعد إذن حضرك عايز أقول حاجة مهمة جدا المؤسسة الإقتصادية نفسها مو محارة في حال من المنطق إننا عم نجيب مؤسسة إعلامية تسنين الإقتصادية هذا سيزيد الإنياب بالله وبعين يعني كما تعلمنا ما حضرتك على دراسات الجدوى ما يحترامي لها دراسات جدوى فيه كثيرة أحيانا بلا جدوى وحضرتك بقصد أو بدون قصد عرصيت كثير من القوعة الإقتصادية وأنا بتكلم من مطلق هذا هذا قد يكون جائس لحالات أخرى لكي سهارتنا لأ يا إذا رقبة مالك رئاسب جدا يا فاني سيادتك أنا أصلي أول مرة أشوفها بالنهار سيادتك تشوفني إيه؟ حسب تعليمات سيادتك أنا أديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت يعني إزاي إنتي ولوت في تشوفوه بيعتجي علي ويتسيبوني ويتمشي أنا مش فهم هو يفكر كده؟ لا ده يبقى شكاك كويس قوي إن إحنا ما تسرعناش بصي إنتي عارفة كويس قوي إنه محدش مد إيده علي من ساعة المرحومة مال صح ولا غلط؟ وعارف إنه هو جمل يجي ويعتزر لي بنافسه هل تأخر إطلاق قناة هندوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 ما فيش أي خلاف بيني وبين الدولة بالعكس ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل إحنا بس عايز أقول لحضرتكو على خبر جديد إحنا قررنا تغيير اسم قناة هندوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية ليه؟ لأن بوبوس يدي معنا وقرعي انتمائي جغرافي بوبوس بيطرح قطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط فيه مفهوم بحراوي أبيضاوي فبيمتد انتماء اقتصادي وكمان ما ننساش ان غير النحل الإقصادية فيه نواحة أخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بالموزز برضو لو فيه باتكلم فده يعني شيء طبيعي ان يكون فيه قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض بس أنا حضرتك شايف يعني ان قناة هندوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الأحمر والأمور البحر الأحمرية واضحة كما هي لي فهناي أه هناك نعم نعم ده أنت الأحمرية انت بارك انت بتتدخل ليه؟ أستاذ موصل يا تارك رأيك بوبوس الفضائية تنتارك من المدينة الانتاج الإعلامي؟ لا هي حتنتارك من هنا من قلبي بيتي بيتك؟ بيتك؟ بيتك يا رحمك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا زيدك يا باش تانكيو ملكي تانكيو فيري ماتش ملكي برّة 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 امشي خانك؟ برّة بيتك؟ بيتك؟ ولابد البذلة جوزي؟ مانة بدافت؟ مين؟ ايه لعى البذلة دي؟ ايه لا؟ ها؟ يالله؟ ها؟ هادي بقى، دي حتى ريحته معفين ومنتطنا ها؟ ايه لعى الهدوم دي؟ هلا ده كمان؟ ايه لا؟ لحد طريحته مع الفينا راخر وازدار كان بيأكل زيت خروع وازداني على كل حقيته في جسمه وهي دي البنطلون كمان يا نهر اسود ومنيل؟ لابس البوكسر بتاع المرحوم؟ ألف رحمة ونور تنزل عليه إيه اللي على البوكسر ده؟ ما أنا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل إيه لا؟ طب ليه ما بتقولي ليش يقلع القميس؟ اشمعنا البوكسر يعني؟ دا إنتا مش هتجيبها لتبرة خالف أنا حاجة بها مش هتجيبها بروكسر هتجيبها الالغطة وهتجيبها العانيس وهتجيبها عمب من بوكسر هتجيبها يعني هتجيبها كل حاجة بههم؟ الاي لطي! لطي! استنى يا لطي! ايه ستة مش كويسة? قذرة! سفلة! منحطة! انتب استنى بس يا لطي! نديها فرصة تانية! فرصة? فرصة ايه يا هاني? يا ستة فضيالنا اساساً! عايزان نشوف ايه اكتر من كده! ده هي فوق وهو تحت! هي فوق وهو تحت! موسيقى لطفي! لطفي! استنى يا لطفي! محدش حاسس بالمصيبة اللي انا فيها! عاطية مات وسبني على الحديدة! علي الشيكات وديون لناس كتيرة جداً كل يوم والتاني! واحدة نطيلي! كل اللي بتقولي ده! ايه داخله بقى؟ بان كل ما ادخل انا ولطفي قال ايه انت والراجل ده فوق بعضكم! مين الراجل ده بس؟ بصي! الراجل ده عنده شيكات ممضية! بسبعة مليون جنيه يعني ممكن يحبسني في اي وقت! وبعدين اكتشفت ان نص البلاي اللي انا قاعدة فيها مكتوبة باسم! كان ممكن تقولي الحقيقة اللطفي! واكيد حيتصرف! اكيد حيقف جنبك! انا منحقتش بقى! انت بخونها مضى انا! ما ايو؟ انت بكم ليسerه! انت كان لثيره Clapaiers! jäقوية! محشن بيه السادس دبيب المحامي بتاع موه جهان أولا يا محشن بيه أنا بأعتذر جدا تاخدي عنابايا حمرة وناخد عنابايا صفر أرأيك ورد يعملوا حاجة الأصفر مع الأحمر أولا يا محشن بيه أنا بأعتذر جدا طيب ما تيجي انت بقى تاخدي إيه واحدة حمرة وواحدة صفرة وناخد إيه واحدة صفرة واحدة حمرة وإيه غمي ماما غمي ماما أولا يا محشن بيه أنا بأعتذر جدا من تصرفات موه جهانم اللي ديقت حضرتك أنا مش عايزي اعتذارات أنا عايز فلوس تأكد يا محشن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق موه جهانم بس حضرتك عارف عهل البلد ولذلك أنا باقترح أنت ما تقترحش الثرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولولي ها مش عايز قلب الدماغ وحاقك حباتوا هنا ولا إيه؟ لا ماشي بقولك يا أنا خدي إيه ديقى إهدائي الموه جهانم فضل الله 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 بسلامة ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كلا إيه بقى لأ دي تعور والله؟ ها يعني بلاش؟ بلاش ها بحاجة ها خليها بها صدر قرار من نيابة بتسليم الأصر للبنك بيكافت محتوياته هتفضل معاني شوية لغاية ما نعمل جرد للأصر اللي أنت كنت حارس عليه في فترة التحفز طيب أنا هحسيبكو تجريده تحت وأنا هاجريد فوق واللي يجري للأول يقولي التاني أنا جرد ها؟ عشان من ديها الشوية أسف يا باشا العربيات كلها محجوزة عليها لتصالح البنك المفتاح له سمحنا الأخير بس بقا بس بقا فالحقيقة انطحر الحوار على كده بقا الله! عشان خطر الحاجة! هل تعرف يا بشمهندس؟ الفاتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري! دي! لا دي ايه دي عمراء الافتراضي خلص! لا! اللي جنبها! اللي جنبها! ها! كل يوم والتاني قمرانينها علقت موت! دي قوم سايباله البيت وغضبانه! مايفودش كام يوم اللي لو تيجوا المفاتحية دي ترجعها له تاني! هل لو ترجعها له ليه؟ هي هتعمل ايه يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها! شب didn't يا با خليها على الله يا ابن أستهدى كانت الكبير تسافر زي؟ لو غريت زي اللي غيرنا وانا با donde سأكونك عالحدود أعمل ايه ه VAN во kafit security السابع؟ لو أراد ربينا ووصلت بالسلامة يا با هصرف عليكم ومش أخليكم تحتاجوا اي حاجة ولو غريقت يا سيدي أديك هتتريتاعمل مني وتشيل حملي من على كتافرك وتبقى صرفت على ستة بس على الموضوع السفر دا بس مهندس خلقتان نبي في الروح وفي الجاية العيال خلاص! اتخانقوا! آفلوا خالص! لا قد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم! مالها المناقشة؟ لا قد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده! لا قد حتفقها! الود من دول عنده انه يموت برا ولا يعطف في البلد دي فلته سانية! مين? فلته سانية! اه 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 فهمتوا سانية! لا فلته سانية! دي بتاعة الراجل الكبارة دوت! اللي خاد نوفل خاد نوفل اه ايه ده؟ لا مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الآخر كله يأمن على بطاقه واللي معاه حاجة جير مئة خلي بالك في ردار بعد عشرة كيلو اكسف هنا باشا يلا سرعة ايه وبعدين ما تنزل مين انا؟ اوه في حد غيرك ولا ايه؟ اوه هكون فاكر نفسك باشا هلا ده انت راكب صفيحة زبالة تشاكلك مصرصر ياد اوه هكون شايفني قصادك ابو ديء انزل جاينك ها؟ جاينك اما شوف انت مين؟ هلواوي هنقضي الصهرة صباحي مع بعض بل انت مين؟ معاك بطاقة هلا؟ لا انا معاك فيزا يعني ما معاك سبطاقة كمان ماشي 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 باشا باشا انا قاسف يا باشا ارجوك تسامحني يا باشا اللي معرفك يجهلك يا باشا انا قاسف يا باشا انا قاسف يا باشا اقول لي مسامحك يا باشا انا مسامح اقول لي مسامحك تاري بس هو هتخدها كلها هوا يعني مش مرة واحدة حاضر باشا حاضر باشا معاك بسلامة رقفة تهاني عايزة كل حاجة مصبوطة عايزكم تقدموا الدرينكس بابتسامة حلوة قوي عايزة بريزونس عايزة كلاس مش عايزة ولا غلطة الفة عالفة مبروك يا مادام معجة لطفي بيدا راجل هاية ربنا بقى يسعادكم ان شاء الله يا رب وعقبالكم انتو كمان قدامكم قدي ايه؟ هانت الحمد الله من ثلاث لسبع سنين كده ان شاء الله اخيرا نعم انت رايح فيه؟ حاجة غريبة حد يسأل واحد داخل بيوتهم يقولوا انت رايح فين؟ كيف يقولك؟ نطب في وشي لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك طيب انا مش عارف لي كل ما تشوفوا وشي انت غلي في روحك كده انا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي كفاية اللي حصلي المرة اللي فاتت اتفضل امشي من هنا اما امشي واسيب الناس اللي جاء بيتي طبع رحب بيهم حتى احنا برضو ناس بتغفض في القصول يا رفض تهاني يلا خلقوا برا محسم ده ده ايه مفاجئة الحلوة دي يا فاندر ازاكت اهل ازاكت اهل ازاكت لا 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 انا معقولة ده ربت احياني النهار ده باشا ازاكت انا اقفت وازاكت امك الحمد لله كانت عاملة جامعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخداد جاءت تطفع القص تخسعت معاها باشا تليت متعسرة اخرى وعملت ايه؟ ابدا جاءت استلفت من امي يلا برا 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 سالي واحدة وانداب يا ما دبعا تصور معا الباشا امسك دي صورني يا رابر معا الباشا الدحكة الحلوة بها يا باشا يلا امشي برا انتي واوة يلا اما عيال زي الفل انا بحب العالدي اوي بصي بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة شو بيحبوا بعض يا ديه؟ ربنا يا سعادهم يا رب بتيجي نعتزل الناس اللي جاي دول واناكن لقم خفيفة وانا انا مقدري هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة وانا مجنونة بتركبني ما باشاوش شغل يامي؟ اي با اي عادتك العز لتفي استنى يا لتفي لتفي استناى لتفي لتفي استناى لتفي خلاص يا مث Link خلاص يا مهجهانم اتحلت ازال؟ بعد دراسة الموقف، لقينا أني مفيش حل غير الدمج إيه؟ الشركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانب في اتحاد اقتصالي لتكوين جروب سميناه HM جروب شركات محسن الهندوي ومهجل نشار العالمية للتجارة أنا مش ممكن أشارك الحيوان ده استني بس، والدمج ده في أديته بيه لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها البنك ممكن يدي لك قرد يقوم الشركتين دول مع بعض والقرد لن يقل عن مليار ومتين مليار ومتين مليار ومتين عملت دمج بين شركتك وشركة مهجل نشار وطلبت قرد بين بنك الأمان والبنك معصلك شوية وانت جايلي دلوقتي علشان أزوئلك القرد ده اللهم اصنع النبي إيه ده يا باشا ده؟ ماكشوف عنك الحجاب؟ احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني بس انت موقفك حساس قوي يا هندوي هو بس في حاجة واحدة يعني عايز أولى نساتك حاجة دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب مين؟ بوبوس 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 يعني ايه مليار ومتين ميفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا موه جهانم إحنا كان علينا فلوس كتير قوي والمصانع كانت شبه متوقفة والعمال كان بقالهم ست شهور ما أبضوش ده غير عمودك البنك طب والله إحنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف يا طب طب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي نزعاً أولع ماه كل ده عايزنا رضي أنا كان مالي وما للغلب ده واحد متعسر ومديون بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه البيت ده بقى كله نكد أنا مبقيتش طاق يعيش فيه ما تسيبه يا أخي ود غرفي الستين داهية ارفع عضية السابق قص شوف بتقول لغرفي الستين داهية قطل بتعود كبير يا هادم من فضلك إهلي شوية وبداش توقعين في الغلط دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل طيب طيب اسما أنا اللي حسيب لك البيت وهبع لك النص بتاعي وانا شير يتجبع على عشرين مليون ومشي تلوقي طيب ما اعتقدينتو النص بتاعي وديني اتناشا مليون يخونا الحل موجود حد يشير الليلة على بعضها كل واحد فيكو ياخد حقه ويضار ما دخلك شر عبد الحميد الأنفوشي ده هو دراجل أعمل بجد عمره ما تعثر البورصة تطلع تمزل تفلس هو ما اتأثر شميل كل يوم الصبح يخش له كده على الريق خمسة مليون يا السلامة يعني في الثانية خمسة وسبعين جنيه في الثانية خمسة وسبعين جنيه يعني في الشوية اللي احنا تكلمنا في يوم دول تلالوا بسندومية يا مسلا تقريب السلامة عليكم أهلاً 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 يا باشي موه جهاني من الشار ده فرصة سهية أهلاً 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 سهولة أو في العطسة دي عمله بخمسة وئين جنيه موهسن هند ياوية عطيات القنفوشي أخت عبد الحميد دي الصغيرة أهلاً 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 فانكوشي أهلاً أهلاً سهلاً أهلاً أنتوا أنتوا متجوزين لا لا إحنا يا دوبك شركة في الفيلا بس معقول أنا أبص الواحد إزاي إيدي تعال يا فنم تعال أفرجك على الأصر تعال إحنا نوع دي يا تفضلي تفضلي يا هم أبري ما تفرغوا على الأصر على فكرة أنا بحب الأنفوشي جدا لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوشي أه أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش دي قوضة قوضة إيش حالة ما كنتش هتجوز في قوضة دي قوضة في بيتنا هي قوضة في بيتكو وبعدين أنا أبو يا أمي قفلوا البلكونة بتاعة المطبخ عشان يناموا فيها وحناموا على البلاط بقى يا رافط ما السرير موجود والمرتبة موجودة طب وملة السرير يا سلام جوازها هتجوز عشان ملة السرير وبعدين أنا دافع المؤدن بتاع الملة من ثلاثة أشهر وكل شوية يدفع رافة تدفع رافة طب في حدي فيكم يدفع حاجة الست مننا اللي ما بتبقى وحيدة نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص وحيدة وحيدة يا هنم يا رجالة عميد اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بي غيرك ما يقدرش واو في ايه؟ أينيك يا عبد الحميد بي لونهم يجنن ما حصلش ما كنتش واخدة بالي أيني يا أنا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اللي شاركني حياتي ما كنتش هفكرة بيعها أنا ما بيهمنيش شكل الراجل أنا أكتر حاجة تهمني في الراجل حنيته ده اللي أنا بافتقده الحنان يا ناوي أنا لو كنت لقيت الست اللي حس معاها بالأمان أنا ما كنتش بعت البدة صدق بالله يا حاجة لا إله إلا الله أنا هتشدد ليكي من أول ما دخلت باب الفيلة عارفة وإنت بتاختي حقنة الأنسلين حسيت إن السكر بيه بدلدق من شفايفك ولو إنت بتاختي دواء الضغط الضغط تانا اللي علي إحساسا بيكي ولا دواء الحموضة وإنت بتاختي الفوار حسيت إن قلبي هو اللي بيفور محسن بيه إيه؟ ما تنساش إن أخويا عبد الحميد بيهنا أنا مش شاف حد غيرك طب ومهجة مهجة 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 ميه مهجة ميه مالك أولي قولي بقى إيه رأيك في العصر عجبك؟ عجبني ودي عايزة كلام وعجبتني صاحبة العصر أبا ليه؟ أنا كنت فاكرك ملاك ملاك التاريح حبك هلاك هلاك أعطيات أنت بتعمل ليه يا رجل أنت؟ بعمل لها تنفس صناعي قسو كنت بلعب صدوك وأنا وهي ففياصة مني وسخاتك جي تعملها بره البيت ده ده بيت محترم بقولك هي الكريمي في النص اللي يخصك النص اللي يخصينه هنعمل فيه اللي أنا عايزه وبعدين أنا مش هبيع بقى عايزة تبيع أنت إحنا نشتري أنتوا مين أنتوا؟ أنا وعطايته خطبتي مش كده عطايته عطايته وخطبتك من أمتى عطيات؟ أنت الجناتي؟ اسمع يا عبد الحميد دي حياتي الخاصة وما حبش حد يتدخل فيها أبداً يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي اللهم أصلي عليه أنا مش شايف أي خلاف بينكم أنتوا تقريبا متفقين متفقين على إيه؟ على الدمج على إيه؟ أنتوا لو عملتوا دمج بين شركتكم هتبقوا أكبر قوة اقتصادية في البلد كلها ولا إيه أنا بيبين؟ ها ها اتش ام اي اي كلوب عملتوا بدمج من شركتكم وشركات عبد الحميد الأنفوشي وعطيات الأنفوشي فيه مشروع جواز كمان يعني دمج اقتصادي على عائلي وطلبتهم قرد من بنك الفرار وانت جايلي دلوقتي عشان أزقلك القرد ده مزبوط؟ أنا رحت جيبته من المدرسة هوا اه أنا مش هتكلم بابا السولي هتكلم يلا وولي بابا أنا قلتلك تقول له ايه وإحنا جايين؟ قدل القرد الأنكل يا باب انتهاني كمينة أمه بابا السولي حيب أضامني القرد يا باشا أجيب منين تهاني يا تهاني؟ ما حدش راضي يسلفني؟ أعمل ايه يا عمي؟ أسرق؟ خلاص بقى خليني قعدة جبك شاكلينا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنهير في سناتنا وأنا أعمل ايه يا تهاني؟ أعمل ايه؟ أنا داير زي الحمار في ساقية من هنا للتوكتوك للكم باوني؟ أنا بقالت تسع سنين ما غفرت شرحه ميني؟ أنا بنام وانا واقف يا تهاني أعمل يا أهو يا رافض ما حاضر يا باشا وأخرتها يا رافض أخرتها ولع في نفسها عشان أخلص من العيشة واللي عايشينها أنا اللي تهقت لما انت بشأت انك تحب وتتجوز كنت بتاعدي جانبك أهو يا تهاني قولت يا تهاني أنا مش نوعي قولي على ناسها يا أخي أنا كرهت عشتي بسببك تسع سنين تسع سنين مرمية جنبك وما استهلني أك كل يوم تقول بوكرة نخلص بعده نخلص وما من خلاص يا تهت تهت كيف هي بقى كيف هي أول حد كده انت زعلتها ليه يا رابط؟ مش أنا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها هل يبدو هربتلها ولا جيت تحتها؟ انتو اللي عملتوا فينا كده يا باشا فلوس اللي انتو غرقانين فيها دي فلوس نحن باش شفتوها يا باشا بصمصتوها انا كنت بحبك يا باشا والله كنت بحبك بسم عشرتك عرفتك على حياتك انت ولي زياد السبب في اللي احنا فيه يا باشا ميجريلين تمتاؤ لعليا جي؟ بشاية يا باشا بشاية موسيقى 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 اشتركوا في القناة ايه ايه jeweيا بتهرب اللى الكنين؟ لا عاربوب من عدائي ايه مرين بتعطى مرين جدا please انا كلنا فيست ليما ننازل لكم عايش ايه البلدير البلدير لعنوه أنا رأي اللي هنه Leader أول وأكبر وأضخم شركه استثمار عقاري في الشرق الأوسط أخي فالك أحاج عب حميد ها طبعا بس يا أخوانا وإحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الأكل الأكل يبرد ولا إيه يا موه موه الكابولية المخلية دي بقى مزاجها عندها عطط عايزك لما نتجوز ما تتغطعش من البيت ها وأنا حشليها لك بأدايا يا ميسو بأدايا 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 همه 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 يا كامل فاتهتهاله بقك واتهاله عشان سنانه ها من حسابك شهر العسل حنقضي كله في كأن عليك تبتها يا روحي إحنا من هنا على لبنان على طول ننزم بالطيارة عم مستشفى اه أنا دكاتي التجميل هناك قالولي ممكن يعطولك وش غير الوش ده الخاص كل مصري يونادي أنا ميل كل بلادي قلبي يميني فؤادي روحي فدا أوطاني يا جمالك يا دلالك أنا نفسي أشهر بحرامك تحترم نفسك يا أخي تقعد بأدبك تردن أعمل فوقتك كده؟ آه ليه لا أنا بقى مرضاش والبيت ده بيت محترم أنت ملاكش غير نص البيت بس أنا نص بتاعه نص محترم أنت ليكوا نص اللي فوق وأنا ليه نص اللي تحت وكل واحد يلمين نفسه بقى بصراحة نعم نعم وعبد الحميد مالك ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا وراشة شو حانتي؟ أنه نب نفسينا يلا بينا على طيارة تلنا بس رايح فيه؟ رايح في الدقاءة ده لأنا أنت تقطاقت أنا اللي غلطان فيه يا بارع انت ما والشغل لازم بقى فيه تقطاقة أنا اللي غلطان فيه بس عشان نتحاسب والعملية ما تجيش كده أصلا عشان أنا حطت ايدي فيه تواحد جيدا بقى تلعب حميلي استنى بس هو فيه شغل مقى فيه تقطاقة سأل خير يا محسن بيه؟ خير يا سادة الليوة انتم مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجة عايزين من ايه تاني؟ أنا مش جاي عشانك يا محسن بيه أنا جاي لعبد الحبيد الأنفوشي والست عطيات أخته ايه؟ تلهم متعسرين هما كمان؟ لا أنا سيبت الأموال العامة من الحركة اللي فاتت هما الفين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات مباحث المخدرات مخدرات وأنا أقول شباها أنتم اللي مش متعسرين في البلدين مخدرات يلا حبيب عطا عيتم؟ نعم يا حبيب يلا يا بنت الكلبة من هنا يلا 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 حبيب الحالة ومحصد بينا قابطين على رافط وحدوها بأس إيه اللي حصل فيها تاني أبو سيدا أبو سيرك باكتساعد إنه ورافط مطلعش أنا مش هساياح نفسي أبدا وإنا بأبينا وإنا بأنا ما نسخيره في الدنيا رافط الشغال عند موجة نشارة حبس وخدوا التوكتوك بتاعه وإنت جايلي دلوقتي عشان نخرجه وط ويا ريدي طلعوننا التوكتوك يا باشا ده أضغل بيان حاضر يا سيدي الوقت والتوكتوك رباني يخليلك بوبوس ولا يحرمك منه هو أصلي كان فيه حاجة كده يعني مبروك مقدمة موجة نشارة برياد مهيلة وكويسة ومحترمة بس اللالة بقى والشاهي بقى كويس عليك حاكم أنت عارف الستيدي أصلاها دام وطبعا أنت عايز توافق أوضاعك دلوقتي أنت وهيها والجدول من الأول وغلاوة بوبوس عندك لتديني آخر فرصة أنا مراضي حشعل بجد حاسس بفارتاكا اشتركوا في القناة 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 سيئة بمدام ده بس الحلاوة بس الحلاوة بس الحلاوة سيادتك لما أغزة مش عايز سواء هو حضرات بالشغل سواء آه سيادتك أنا عندي تاكس طب عندك تاكس وعايز تشغل عندي ليه بقصات حرقها باش والبنك ما بيرفهمش ألا أنت متعصر إنت كمان متعصر الحمد لله أنت متعصر سيئة جاء بس الجوافة يا أخوان محسوبك جضلك صاحب الفرن اللي فاخر الحرق وزي ما تقولك ده أنا اللي مرب رأفر ونعم الترباعك الحل واجف جوا باشي وما مش هشوفه حل ألا أنت متعصر إنت كمان جوا جوا باشي عندي إمساك ليه ثلاث تيار بس الفل هو فين الفرن ده باشي آه صحيح مفيش فل لأه ولما أنت مش هشي الفل بتقول لي ليه مساء الفل شايفة بزحزها شايفة بخطرة شايفة بتنطر يا عم أنا آسف ما كريتش كلمة بقى جاي تقول لي أنا مساء الفل ليه شايفني رايق شايفني مزقطة في الزادي عينة قال له باتحزم وبرقص خلاص يا سيدي حقك علي هو أنا جيت يسرت أمك أنا بقولك مساء الفل وكمان بتقولها أمو الشي بلاش مساء الفل مساء الزفتة على دماغك ودماغ اللي جادة ويا رب طول ما انتماشي في الشارح الناس كلها تقول لك مساء الفل لغا ما تبقى عريان بلبوس مع عظم يجي لك عزرائيل ياخد روحك تقول لك مساء الفل يطلعوك على جوهنم بتلاقي بعضور مستنيك ناك يغني لك مساء الفل لا ده انت عسنا با يا بيتا يا بيتا يا بيتا ده فرح ما أنا عندك ومعنيني باشا ضيف عندنا عشان خط فيه ده اه 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 ده 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 بساء الفل اه اه ايه ده خلاص خلص التباشر جابه ترفق ربينا انت تقمنوا اللي قدامك ده ريس عمال قد الدنيا كنت شغال عند الجدع الحرامي شكل منصر نسمه محسن الداوي اه قمت من قمي فجأة لقيتم رفديني انا ويجي تلات تلاف عامل ازاي هي خرب يقود يا باشا شرطونا يا باشا هكلونا نعلم ونابونا ع Gibbs سبع示 سبع Ungمهم بقرافهم هكلوهم وشربوهم ومتنكم اتحنقيين فنهابط يا باشا يوم يجي تدعي اللي اسبه محسن الداوي الشرط يا انام انام집 علي اطلاق بالتلاتة نجيب ومزع بطان أول ما أشوفه بالإزازة دي مرموا دماغه هجيبه منين دلوقتي ده كلهم سافه ورحوا لامضب والله لو كانت في بط الحط لا أجيبه طب السأزن أنا تمشي ليه يا باشا طب تحصب ليه باشا أنا آسف يا باشا آسف يعني رميل بناها عليك من خير سابق معرفة نتعرف بساعدك أنا مؤنس الشنكحاوي إيه؟ آآ مصلح الزعبلو الزعبلوي? يا الله أعز steam إنت Är ابن مين في الزعبلة؟ إنت تعرف الزعب لا كلهم وحد واحد أمال دون حبيبي آآ آآ أنا ابن تعرف عان المبaksi الزعبلو أمال دم ربيني أه دا عميتي آآ عمتك؟ قصد يعني آآ واخد عمتي مع عمتي من الزعبلة برضو عنطر وزعبلة يلا بينا إيه! ليهali بأكد عميتي بتعرفش ما كان محسن هنداوي أول ما هشوفه هعرفه وفين حاجة أقولك على طول يا رافط والنبي ما انت ماشي نسمع سلام لرجل العمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهاردة اهو 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 محسن هنداوي اهو 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 موسيقى 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 الهد الظاهر أنا بقول إن نمشيه بقى ونسيب العرسان له وحديهم صالق موسيقى يا محسن يا اتاوي أنا بقول برضو ما نصحش نمشي ونسيب العرسان في الليلة حلوة زي دي فضل أغسن بأن أنا شراعك يا محسن يا اتاوي دموك زعنا باشا ما عرفتكش بالعيلة ده الحج شبانة قوية آه ده الحج والحج طبعاً آه ده الحج ودي أختي وده جوز أختي ده جوز أختك؟ شبانة كاموريا حضرتك والبيت دي بنت أختي والوانده بقى أشرف أخوها الصغير الأخوك يا حج ربنا يزيد ويدارك كده ويتمن بألف خير مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحاتهم مدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر طب يلا بقى خد الحجة واتجل على الله ده الحج يلا أولاد يلا أولاد يلا ايه حتبضل وقف كده على قلب المتفضل طب يلا بداية ها وانت مش هتتفضل برضو ولا ايه ها مش عاشي مصلحتك يلا ويقولك ايه ها 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 يلا 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 وإحنا مش هنشوف مصلحتنا برضو ولا ايه طب احنا في ايه ولا في ايه بس وإحنا بنعمل حاجة غلط انا مش مخطوبين لبعض يا موخز يا محسن بيه اصلي مش جايلي نوب لا الصهر وحش علشانك تخش نام حاجة الفكرة يا محسن بيه اصلي كنت عامل استبدان معاش وكان بيخصمه مني 15 جنيه كل شهر جوم الشهر ده ما دونيش العلاوة اه ماليش خد عم الشبانة تعال ماليش لزينا بيه ازاي بقى اصلي تعال اخد الحباه الزرقه ايوه الحباه الزرقه اه ابقى ادعيلي عم الشبانة مالاش دو شبانة مش فضالة خليها الراوة يا راجل ارقش الله اه كنا بنقول ايه بقى ما تتلمى بقى الراجل اخد بيله اه اه انا قلت يمكن تحب وتشوف شاي ولا حاجة هو البده ما حدش بنام فيه ولا ايه اصلا انا اخويا كنت داخلها جامعية عشان اجوز راقة فقط اه وقبطها الاول ولما جيه معاد اصت الجامعية كان شطب على الورايا وينله قدامي اه والولية بقى امه ميرفاد بتاع الجامعية خدها خدها حاجة طب بنا يخليك وماش احططلك ولية ابدا الحاجة بيندى عليكي اه حاضر اه عز الصايا عز ايه صايا وانت هتتطير علينا روح التارف الحمام اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسة الصبح انا مش هروح المدرسة تقامي ليه اصلا ما دفعتش المصاريف ولو روح تايمشوني اه ده احنا منتقلب هن اه خدها حبيبي ايه ده في اجرى اه في اجرى اه هات واحدة خد لا 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 ده مدر للبول لا اروح اعمل لي انت عايز تعمله وخش نام يلا يلا تبهات المصاريف خدها حبيبي يلا التصيرة راحت التصيرة راحت التصيرة راحت التصيرة راحت التصيرة راحت التصيرة راحت اشتركوا في القناة 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 انت قلت لها ايه؟ انا مقولش كده خالص هي دماغيتهم بيتعامل كده لأيه؟ يا دارة ماليا الداوي مش عزيبة كالداوي مش عزيبة ماليا الداوي اقصب الله ماليا عزيبة كالداوي بدأت عام بالحكومة خلي ادفاق ماليا الداوي مش عزيبة كالداوي خالص ياولي خالص ياولي يا كفايا كده اوي احنا كنا فين ده كده وضا اوي عايزك تسمع المنطقة ان احنا جمدين اوي ماشي يا باطن يا الداوي ماشي يا باطن يا الداوي ماشي يا باطن يا الداوي مسال فل مبيش فل مبيش فل مبيش فل بجزيبك بجزيبك يا باطن يا انت اوي ايه خير يا باشا أول مرة أدخل على ساعاتك لتقولي بفكر في إيه ولا جاهل إيه حسك في الدنيا يا باشا لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه خير يا باشا ناعد أولاً أحب أبشارك بأن كل الطلبات اللي انت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفس وبمنتهى السرعة رب أنا خليك لينا باشا ويخلي لك بوبوس المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك انت تقمر بالنسبة لمثالة الجواز إحنا نرى أنها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي إحنا نرى مين إحنا نرى دول يا باشا؟ الدولة اه الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف إن اللطفي ألماص واحد من أكبر رجال الأعمال اللي موجودين في البلد الرجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها أبداً هو حالياً مترشح لمنصب مهمة قوي في الحكومة والرجل جالي وشرح للمنقف قال لي إنه كان عايز يتجوز موهج النشار وإنه تقدم لها وكانت موافقة لغاية ما ظهرت أنت بقى إنت عارف إنه لو عندها مئة مليون جنيه ومع ذلك ما خدش أي إجراء قانوني ضدها إحنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول إن محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل وإنه لوطفي ألماص لازم تجوز الست اللي في حكم خطبته وإن موهج النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وبإسمها وبصمعتها ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة لا هو رأي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف بص يا زومبي إيه؟ أنا حتجوز موجة غصبا عن عين أم الدولة محسن اتأخرتك ده ليه؟ قال أنا عليك طول الليل مالوشك متغير كلمتك في التليفون ميت مرة مردتش علي ما تكلمني يا محسن فيه إيه؟ حصل حاجة؟ أيوة يا راجي أنا كنت واسخة أنك ملمتيش ألف مبروك يا أموها لطفي كمان ما كانش عارف ينام أبدا أصله لما عارف الحقيقة بقى اتصرف على طول هو اللي خلسك من راجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي أنت رايح فين؟ أنا ماشي مصايبني؟ أنا حسابي البالة كلها لتقول له عشان أتجوز زود في ألماز مش كده؟ بص يا موجة أنت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط ولا أنا كمان كل واحد روح لحال واحسن حسبتها يا محسن بيه؟ أنا ما حسبتهاش على الشاني أنا حسبتها على الشانك أنت أنا جيت بوصلي كل حاجة أنا عامشي المركب لما تغرق كله بينط منها وإنت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حال يا موجة الدولة لسه نايمة مصحيتش خليني أطلع منها على خير رجلي على رجلك موسيقى أنا رايح لامدن حاجي معاك بس وان امراتك موسيقى 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 محصن بإن دوي؟ فضلوا معنا محكمة حكمت المحكمة حضورين على المدهمة مهجة عرف النشار بالسجن سبع سنوات مع الشغل وعلى المدهم محصن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ رفعت الجلسة يا سيدي داسيبي ليش منتجع سياحي؟ دول طلب وموبايلات دخلنا لهم بلازمات لابتوب ده احنا اشتركنا لهم في النت لا 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 ده كتير كتير الصحافة تقول علي ايه؟ احتفل بعيد من هات سجين واجيب دينا ترس وساعد الصغار يغلد البلح 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 نعم اقمر يا محصن ديه انا عامل اضراب وبابلة حضرتك رسميا بكده اضراب؟ ايوه مش معين انا اللي مش عامل اقراب اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات ايه اللي نقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزة ده قانون حق المسجون شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم رحمل من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل خمسة واربعين يوم يعني تمام مرات في السنة انتو ليكم عندي عشد سنين سيدي انا لايه تمانين مرة احنا نقصنا بقى بدلا ما يبقى تمانين مرة على عشد سنين نضرابهم في شهر واحد ونخلص انا حوقف ايه لما انا عندوكم؟ انت بتقولي ايه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة طيب انا بحملكم المسئولية كاملة انا حبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان حبلغ جمعيات الدفاع عن سجل 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 حوصلها للامم المتحدة حبلغ اوباما شخصيا حرام حرام عليكم انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعدادية ايه؟ اه حرام من ايام ما كنت في الاعدادية معنا ما كش معمش حاجات خلاص فهم فهم هون كل يوم الصحبات ايه فهم صحبات تمام يا فندم الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستازنوا ساعاتك في الدخول يا فندم خلهم يخشوا عملك عندك وانت بتعمل ايه؟ اهو حبجة في الشؤون القانونية انا ليه الحقيقة اعمل اضراب ودلقه اضراب ايه مرسم؟ 100000 مبروك لجاني البنوك وافت على مشروع الجدولة والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك وعادي قرار النيابة بالافراج وموجه خرجت بالسلافة النهاردة الصبح ورايحين دلوقت اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم عايز يقعد معاكم سكه على اضرابة باشا اه اصدر انها تسوية عشان كان لازم الدولة تعمل كتس كينا الناس سعر بتشتغل زي ما قلت لحضراته كده ده مش مجرد تصالح ده عبور اقتصادي لان الاجتساسيات بتأثر على اسس الصلاحية في السكاس مستكيتس هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا اه هنا موقف احمد حلمي اه اه افضل ام الموج حلم فيه؟ ولا انا شايف محسن بيه ده مش نظام؟ النظام اتغير النظام بيه عبدالدايم خلاص مشي واحنا جايبينكم النهاردة كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحلة الجديدة الدولة رأت ان سجن رجال الاعمال وغروبهم خارج البلد ميش في مصلحة اي طرف من الاطراف عشان كده بعد التسوية والتصالح اكتملت اضلع المثلث الحكومة، رجال الاعمال، الشعب عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الامان واحنا نرى الله، احنا نرى برضو احنا ما تعرفناش بسياتك فكري، فكري جديد اه الامور ده اللي في الصورة، ابن سعتك؟ ايوة، باسم ابني باسم؟ بابوس بابوس